ترجمة نانسي قنقر يأتي بهدف تعظيم حجم الاستثمارات وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين مما لا شك فيه أن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها بين مملكة البحرين وسلطانة عمان ستعزز العلاقات الودية القائمة بين البلدين والتي تأتي رغبة منهما في توسيع وتعميق المعرفة المتبادلة من خلال تبادل المعلومات والخبرات والتعاون في الكثير من المجالات بالإضافة إلى النهوض بالاستثمارات في كل البلدين وتعزيز العلاقات الاقتصادية وتوسيع آفاق التعاون بينهما بما يسهم في تنمية الروابط التاريخية ومواصلة العمل والتنسيق بتوفير المزيد من الفرص النوعية الواعدة التي تعود بالنفع والنماء لصالح الجميع ونحن في غرفة تجارة وصناعة البحرين نتطلع أيضا للانتقال بهذه العلاقات إلى آفاق جديدة من التعاون في كافة القطاعات التجارية والاستثمارية حيث أسسنا الشركة البحرينية العمانية للاستثمار القابضة برأس مال بلغ 10 ملايين دينار بحريني كما نتطلع للعمل في تعظيم حجم الاستثمارات وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين والذي قد بلغ 672 مليون دولار في العام 2021 منها واردات تقدر ب102 مليون دولار وصادرات تقدر ب569 مليون دولار